موسيقى خادم الحرمين الشريفين يرعى ختام تمرين درع الخليج المشترك واحد ولي العهد يوافق على إطلاق اسم السموية على كليات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة موسيقى انتصارات جديدة للجيش اليمني في مواقع استراتيجية في مأرب والبيضاء والجوف موسيقى واشنطن تتوعد بفرض عقوبات على روسيا لدعمها نظام الأسد موسيقى نشرة إخبارية مفصلة السلام عليكم رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية حفظه الله اليوم الاثنين فعاليات ختام تمرين درع الخليج المشترك واحد بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وكبار ممثلي خمس وعشرين دولة شقيقة وصديقة مشاركة في التمرين الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث عدد قوات الدول المشاركة والعتاد العسكري واستمر لمدة شهر وقبيل بدء الحفل استقبل خادم الحرمين الشريفين صحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وكبار ممثلي الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التمرين بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين وضيوفه مكانهم في المنصة الرئيسة عزف السلام الملكي ثم بدء الحفل الختامي بتلاوة آيات من القرآن الكريم بعد ذلك ألقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض رويلي كلمة أوضح فيها أن تمرين درع الخليج المشترك واحد يأتي امتدادا لتمارين مشتركة سابقة كرعد الشمال بهدف تأصيل العمل المشترك ضمن تحالفات تسعى لتعزيز الأمن من خلال رفع قدرات وكفاءة واحترافية القوات المشاركة بمختلف أفرعها في التعامل مع مجمل المخاطر والاحتمالات المهددة لأمن واستقرار المنطقة وذلك بتقوية الروابط العسكرية بين الدول المشاركة وتعزيز المهارات المختلفة والرفع من مستوى الاستعداد القتالي ثم أذن خادم الحرمين الشريفين ببدء فعاليات ختم تمرين درع الخليج المشترك واحد حيث بدأت فعاليات التمرين العملياتي التي اجتملت على مناورات حية بالطائرات والإنزال الجوي والمدفعية والزوارق البحرية بعد ذلك أذنى خادم الحرمين الشريفين ببدء العرض العسكري للقوات المشاركة في تمرين درع الخليج المشترك واحد بعدها عزف السلام الملكي بعد ذلك التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وكبار ممثلية دول المشاركة في التمرين ثم شرف الجميع مأدوبة الغداء التي أقيمت بهذه المناسبة حضر الحفل أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبروماسية قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في تغريداتنا على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن استضافة المملكة العربية السعودية لتمرين درع الخليج واجتماع قوات أكثر من 24 دولة تأكيد على قدرتنا جميعا على العمل ضمن تحالف منسق وتنظيم عسكري موحد لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية شهيد خاقان عباسي وذلك في مقر الحفل الختامي لتمرين درع الخليج المشترك واحد وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الباكستانية وسبل تعزيزها وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العبان ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي والوفد المرافق لرئيس وزراء باكستان كما التقى خادم الحرمين الشريفين اليوم فخامة الرئيس إيسوف محمود رئيس جمهورية النيجر وذلك في مقر الحفل الختامي لتمرين درع الخليج المشترك واحد وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء صاحب السمو الملكية الأمير عبد العزيز بن سعودي بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العبان ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير والسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركيا العلي والوفد المرافق لرئيس النيجر هذا ويعد تمرين درع الخليج المشترك الذي تصدف المملكة بمشاركة 24 دولة شقيقة وصديقة من أكبر المناورات العسكرية المشتركة في العالم المزيد عن التمرين المشترك في سياق التقرير التالي ما بين مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وعلى ميدان صامت في المنطقة الشرقية يأتي أضخم أكبر مناورات عسكرية مشتركة في العالم تمرين درع الخليج المشترك واحد الذي تصدفه المملكة بمشاركة 24 دولة شقيقة وصديقة وعلى مدى شهر كامل شهدت ساحات التمرين تدريبات مكثفة وعمليات عسكرية مختلفة نفذها عشرة الألاف من الجنود من مختلف الدول كأحد أكبر عملية حشد للقوات المتنوعة والعتاد العسكري النوعي المستخدم فيه نفذت عمليتين مختلفتين من نوع العملية العسكرية اللي شفتوه على سارة منصة كان عمليات عسكرية حرب عمليات الحرب النظامية ونقصد فيها هي العمليات العسكرية التقليدية ضد عدو تقليدي وهذه تمت عن طريق عمليات الدفاع الساحلي ضد عناصر العدو المعادية لمنعها من عمليات الضرار على الساحل تمرين درع الخليج كان هدفه رفع الجهزية القتالية واكتساب المهارات اللازمة للدفاع عن الحدود وحماية الممرات الحيوية والمياه الإقليمية وردع أي عدوان أو عمليات إرهابية محتملة قد تعيق الملاحة في الخليج العربية تمرين درع الخليج لم يكن الأول من نوعه فقد سبقه تمرين درع الشمال وسيف عبد الله وتعد هذه المنورة العسكرية المتعاقبة عاما بعد عام خير دلالة على وجود قادة يجمعون ما بين الحزم والحكمة ينهجون التخطيط السليم لبناء القوات المسلحة وتجهيزها وإعدادها لحماية البلاد وتدعيم قواعد الأمن استعدادا لأي عدو أو تهديد هذا وأكد المحلل السياسي والاستراتيجي الدكتور محمد الفائدي خلال نشرة الأخبار على أهمية التمرينات العسكرية المشتركة وذلك لتوحيد المفاهيم بين الدول المشاركة في التمرين الذي شهد مناورات برية وجوية وبحرية الخليج واحد والذي يجمع أكثر من 24 أو نحو 24 دولة في هذا اللقاء العسكري المشترك كذلك بين قوات مختلفة الثقافات والمشارك والتجهيزات والتسليح العسكري إذن نحن أمام مجموعة من العمليات العسكرية تتم على ميدان معارك حقيقية وإذن هذه القوات عندما هي تتعامل فيما بينها هناك استشعار تام لحجم التهديدات والمخاطر التي تحدق بالدول ثم أن هناك توحيد المفاهيم بين هذه الدول من خلال مثل هذه اللقاءات وهذه المشاركات في هذه التمرينات العسكرية ثانيا العمليات العسكرية وخطط العمليات وكذلك الخطط التكتيكية في المعارك وتوحيد كل هذه المفاهيم من خلال تحديث الأسلحة وتطويرها واختبار قدراتها وإمكاناتها في هذه المشاركات العسكرية الكبيرة اشتركوا في القناة وافق صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على إطلاق اسم سموه على كلية الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة تحت التأسيس وجاءت موافقة سموه بناء على ما رفعه معالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني الذي رفع بهذه المناسبة شكره وامتنانه لسموه على هذه اللفتة الكريمة والدعم المستمر لأبنائه المهتمين بهذا المجال الحيوي الذي تتنافس فيه دول العالم المتقدم لبناء قدرات وطنية متميزة ترحيب فلسطيني واسع لقرارات المملكة الدعم للفلسطينيين في قمة القدس والتي تأتي تأكيدا على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة للقضية الفلسطينية قمة القدس هكذا سمى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القمة العربية التاسعة والعشرين تلبية لطلب فلسطيني وتعبيرا عن دعم وتأييد السعودية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة تسمية القمة العربية الأخيرة بقمة القدس هو إنجاز يحسب للمملكة العربية السعودية وثانيا حجم التبرعات التي وعدت بها المملكة العربية السعودية والتي تقدر بحوالي 200 مليون دولار للشعب الفلسطيني هي مساعدات كبيرة تدل على كرم وسخاء المملكة العربية السعودية واهتمامها بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى على مستوى العالم العربي هذا الموقف هو استمرار الموقف السعودية الدعم للشعب الفلسطيني ولمضاله وهو موقف معهود عن السعودية وملوكها وأهلها قرارات القمة المنعقدة بالذهران الداعمة للحق الفلسطيني لاقت ترحيبا وثناء فلسطينيا بدعم الأوقاف الإسلامية في القدس ب150 مليون دولار ودعم طارئ لوكالة الأنروا ب50 مليون دولار التي تعاني من عز مالي منذ فترة طويلة هذا التبرع جاء في وقت حاسم الأنروا تعاني من عجز مالي كبير يقدر ب346 مليون دولار بعد قرار الإدارة الأمريكية بوقف حوالي 300 مليون دولار من المساعدات من شأن هذا المبلغ أن يساعدنا أكثر في الشهور القادمة نأمل أن نتجاوز هذه الأزمة بمثل هذه التبرعات الضخمة والكبيرة التي عودتنا عليها المملكة العربية السعودية فليس غريبا على المملكة العربية السعودية مواقفها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته فالتاريخ يشهد على أن المملكة لم تتوانى في اتخاذ مواقف مهمة من شأنها تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه قمة القدس جاءت مؤكدة على مركزية القضية الفلسطينية وشاهدة على دعم الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لتجدد التأكيد أن لا أمنة ولا استقرار في المنطقة إلا بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا أحمد حرب تلفزيون المملكة العربية السعودية كبدت قوات الجيش الوطني اليمني ميليشيات الحوثية الإيرانية خسائر بشرية وميدانية خلال مواجهات في منطقة قانية بين محافظتي مأرب والبيضاء وأشار مصدر عسكري يمني إلى استعادة سوق قانية وعدد من المواقع والتباب المحيطة به وأن الفرق الفنية تعمل الآن على انتزاع الألغام التي خلفتها الميليشيات الانقلابية إلى ذلك تمكنت قوات الشرعية بمساندة طيران التحالف العربي من تحرير مواقع جديدة شمال غربي محافظة الجوف بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية وأضاف المصدر إلى أن قوات الجيش نفذت هجوما واسعا على مواقع الميليشيات بمديرية برط العنان شمالي غرب الجوفة وتمكنت من تحرير عدد من المواقع في جبال الظهر الاستراتيجية وفي الشأن السوري عقدت منظمة حضر الأسلحة الكيميائية اليوم اجتماعا لها في لاهاي حول هجوم النظام السوري على مدينة دومة يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية في لوكسنبورغ ونيويورك لإيجاد حل للأزمة السورية المستمرة منذ سبعة أعوام في إيطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لإنهاء معاناة الشعب السوري عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا لهم في لوكسنبورغ يبحثون من خلاله وضع حد للنزاع الدامي في سوريا المستمر منذ سبع سنوات ومناقشة الخلافات المتنامية مع روسيا ودعمها لنظام الأسد ألمانيا التي دعت إلى تغيير النظام السوري في نهاية عملية سلام قالت على لسان وزير خارجيتها هيكوماس إن الاتحاد الأوروبي غير راض عن سلوك إيران في المنطقة وتورطها في سوريا وبرنامجها الصاروخي المثير للجدل في حين أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يينيس ستولنبرغ أن قدرة النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيميائية ستضعف بعض الضربات العسكرية وبدوره أوضح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن الضربات الأخيرة أوضحت أن العالم فرغ صبره من استخدام نظام الأسد وداعميه للهجمات الكيموية والتي كان آخرها على دوما وبالتزامن مع اجتماع لوكسنبرغ يبدأ مجلس الأمن اليوم جلسة مفاوضات لبحث مشروع قرار قدمته كل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا إلى شركائها الاثنى عشر الأعضاء في المجلس بشأن سوريا ولم يتم تحديد موعد للتصويت على مشروع القرار الذي يدعو إلى إنشاء آلية مستقلة حول استخدام الأسلحة الكيميائية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف المدن وبدء محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة روسيا المتهمة مع إيران بدعم نظام الأسد أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن عقوبات جديدة ستطال عددا من شركاتها التي تزود النظام السوري بالأسلحة نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل السيارات الكلاسيكية تستهوي زوار مهرجان كلاسيك القصير أهلا بكم مجددا رعى صاحب السمو الملكية الأمير خالد الفيصل مستشار وخادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم حفلة تدشين ملتقى الحرمين الشريفين ميثاق الذي أقامته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وأثناء الحفل تم استعراض جزء من فيلم زمزم الماء المبارك الذي يعد أضخم عمل إعلامي وثائقي مقدم من الرئاسة عن بئر زمزم دشن صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس ملتقى الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة والمعرض المصاحب له في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والأمنية والحقوقية والقطاع الخاص نعتبر المعرض الأول والمناسبة الأولى تقام في هذه العناصر وهذه الرؤى وأنا أشكر الأخ يحيى الأمير على هذه الفكرة مع زملائه القائمين على هذا المعرض لأنه فعلا نحن في حاجة إلى تحريك هذا الموضوع بشكل علمي جيد ودقيق لأن العامل مهم الحفاظ عليه مهم مواصلة سقله وتوجيه التوجيه السليم مهم جدا نحن في حاجة للعامل كما هو في حاجة إلينا لذلك أنا أصر وأؤكد على وجوب احترام العامل رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوكة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين والسمو ولي عهده الأمين بمناسبة نجاح قمة القدس وتمرين درع الخليج المشترك جاء ذلك خلال ترأس سموه لجلسة المنطقة للعام المالي الحالي وخلال الجلسة ناقش المجلس تفعيل انطلاقة مجلس شباب وفتيات منطقة تبوك حيث توجه سموه بسرعة انطلاق هذا المجلس وإنهاء التنظيمات واللوائح الخاصة به كما بحث المجلس حاجة المنطقة ومحافظاتها ومراكزها من المشروعات التنموية والمرافق الخدمية في مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم وما ورد من مشروعات مقترحة للمنطقة من الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم حفلة تخريج الدفعة الثالثة لطلاب وطالبات كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بتبوك البالغ عددهم 165 خريجا وخريجا في تخصصات طب الطوارئ والتمريض والأشعة والمختبرات الطبية وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك من جهة أخرى التقى أمير منطقة تبوك اليوم إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي الذي يشارك في ندوات ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة وثم ناسمه خلال اللقاء جهود الشيخ المغامسي في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام والسير على منهج الوسطية والاعتدال والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة حث صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير الجهات المانحة والمستثمرين للأوقاف والواقفين للقطاع غير الربحي بالاستثمار في الصندوق الاستثماري لأوقاف جامعة الملك خالد واطلع سمو الأمير فيصل بن خالد على الاستعدادات والتحضيرات النهائية لحفل أوقاف الجامعة الذي سيدشن يوم الأربعاء المقبل بالإضافة إلى فكرة المشروع من رسالة وأهداف ومبادرات وما يخدمه من مجالات استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران الخطط والاستراتيجيات لخفض الحوادث المرورية واطلع أمير المنطقة خلال لقائه مدير مرور نجران العقيد يحي الشهراني على ملامح تطوير استراتيجية المرور ونتائج نظام الرصد الآلي للمخالفات المرورية ساهر والخطة التوسعية لإضافة أجهزة لرصد مخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة من جهة ثانية شدد أمير منطقة نجران على ضرورة السعي لتوطين وظائف شركة إسمنت نجران لكفاءتهم ولصدق عزيمتهم في كل ما يخدم الوطن وأكد خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت نجران عبد السلام الدريبي على أهمية تأهيل وتدريب الخريجين من الجامعات والكليات والمعاهد وتقويتهم للانخراط في العمل لا سيما وأنهم النافذة التي سيستشرف عبرها مستقبل الوطن هذا وتسلم الأمير جلوي بن عبد العزيز خلال اللقاء التقليل السنوي للشركة من جهة أخرى كرم أمير منطقة نجران اللواء حمدان العطوي بمناسبة انتهاء فترة عمله مساعدا لقائد حرس الحدود بالمنطقة وهنأ سموه العميد صالح القحطاني بالثقة على تعينه خلفا له وعرب سموه عن عظيم فخري واعتزازي بالجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود في الوقوف على ثغر من ثغور الوطن وحماية حدوده في السلم والحرب ومواجهة كل ما يمس أمن الوطن وأمان من يعيش على أرضه ومجابهة كل الظروف والتضاريس والمناخات زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم مهرجان القصيم للسيارات التراثية والكلاسيكية كلاسيك القصيم 2 بمركز النخلة بمدينة بريدا الذي نظمه مجلس التنمية السياحية واطلع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على عروض السيارات النادرة والتاريخية لأكثر من أربعمائة سيارة وعلى مزاد السيارات والأسر المنتجة وغيرها من الأنشطة التي يضمها جنبات المهرجان وأشار أمير المنطقة إلى أن الهدف من إقامة المهرجان هو دعم وتشجيع لملاك وهوات السيارات وتنمية الحس بأهمية مثل هذه المهرجانات التوعوية مؤكدا أن الحراك في المنطقة مستمر لوفرة الفعاليات والمهرجانات بشكل مستمر مما يعزز الحراك السياحي للمنطقة من جهة ثانية قدم أمير منطقة القصيم التهنئة لطلاب جامعة القصيم لتحقيقهم بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة قدم الصالات جاء ذلك خلال لقائه معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور الداود وأبطال منتخب الجامعة لكرة القدم للصالات بعد حصولهم على المركز الأول لكأس بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للصالات ضمن منافسات التجمع السادس لاتحاد البطولة من جانب آخر كرم أمير منطقة القصيم خمسة وثلاثين فائزا وفائزة بجائزة رجال الأعمال بل رجل الأعمال محمد الخضير للأداء المتميز وذلك في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدا وتسهم الجائزة في تكريم المتميزين والمتميزات من منسوبي تعليم المنطقة وذلك بهدف نشر ثقافة التميز والإبداع والجودة والإتقان وأوضح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أن مثل هذه الجوائز تعكس رقي المجتمع وتطوره ونماءه مؤكدا على اعتزازه بهذه المنطقة التي يبذل بها 12 رجلا من رجال الأعمال فيها جوائز لدعم التميز والمتميزين في قطاع التعليم استعرض صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة برامج وفعاليات الدفاع المدني بالمنطقة وتسلم خلال لقائه مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد علي المنتشري تسلم تقريرا مفصلا عن نتائج التمرين الفرضي لمواجهة السيول والأمطار بالمنطقة حالة مطرية وسيول جارفة الذي نفذ بمحافظة العقيق وتقريرا مماثلا عن مشاركة مدني الباحة في فعاليات اليوم العالمي لمديرية الدفاع المدني ونوها الأمير حسام بن سعود بجهود منسوبية الدفاع المدني والتي ستسيم بالاستعداد المبكر للمخاطر لا سمح الله وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع وتنبيههم بالمخاطر التي يتوقع حدوثها أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أن جهاز النيابة العامة جزء مهم وحيوي في المنظومة العدلية وله أثر كبير في رفع كفاءة المنظومة العدلية ما ينعكس إيجابا على التنمية بكافة أبعادها جاء ذلك خلال لقائه اليوم رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الدكتور هشال الخريصي الذي أطلع سموه على سير العمل بفروع النيابة بالمنطقة وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل فرع النيابة بمنطقة الحدود الشمالية والخدمات التي يقدمها والسبل الكفيلة بتقديم كل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة وفي عرعر اطلع أمير منطقة الحدود الشمالية على أنشطة وبرامج الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف واستمع خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ مصلح الرويلي وأعضاء المجلس استمع إلى موجز عن خطة المجلس المتضمنة العديد من الأعمال خلال الفترة القادمة وحث الأمير فيصل بن خالد على غرس سماحة الدين الحنيف في نفوس الأبناء والطلبة والعمل على تعزيز قيم الاعتدال والتسامح بما يسهم في تعزيز جانب القيم والأداب وإظهار الصورة المشرقة والنماذج المشرفة للدين الإسلامي دشنا صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف مبنى فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة وقام سموه بجولة داخل أقسام المبنى التي تبلغ مساحته 2450 مترا مربعا بتكلفة إنشائية قاربة 20 مليون ريال جهز بأحدث وسائل التقنية الحديثة وقاعات الاجتماعات والاتصال المرئي من جهة ثانية استعرض أمير منطقة الجوف سير العمل بفرع وزارة الإسكان بالمنطقة وألية توزيع المنتجات السكنية جاء ذلك خلال لقائه مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة في هيد الشمري ونبقى في منطقة الجوف حيث التقى أمير المنطقة مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد محمد الجريني واستعرض الأمير بدر بن سلطان سير العمل بالمديرية العامر الدفاع المدني بالمنطقة والخطط المتبعة في مباشرة الحوادث منوهان بالدور الكبير الذي يقومون به في خدمة المجتمع كما اطلع سمو أمير منطقة الجوف اليوم خلال لقائه مدير عام التدريب التقري والمهني بالمنطقة الدكتور جهاد العبدين اطلع على البرامج الجديدة التي ستسمو في استيعاب العديد من التخصصات التي تساعد شباب المنطقة في الانخراط بالعمل الميداني نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو أمير منطقة جازان لذوي الشهداء الجندي أول جابر بن يحيى جابر القيسي أحد من سوبي قوة الأفواج بجازان والجندي محمد بن موسى محمد الفيفي أحد من سوبي القوات البرية بجازان والمواطن محمد بن فرح جابر القيسي رحمهم الله الذين استشهدوا بالحد الجنوبي وعبر اسمه خلال زيارته لأسر وذوي الشهداء بمحافظة العارضة عن فخر واعتزاز الجميع بالشهداء سائلنا الله تعالى أن يتقبلهم بواسع رحمته ومغفرته مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن من جانب آخر أكد سمو نائب أمير منطقة جازان أهمية تطبيق الجودة في شتى المجالات وجعلها واقعاً ملموساً يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 جاء ذلك خلال لقائه رئيس فرع الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة محمد العطس حيث بحثاء الموضوعات التي تهم عمل فرع الجودة بالمنطقة والأنشطة والفعاليات والمشاركات التي يقوم بها الفرع نفذت وزارة الداخلية اليوم بمنطقة مكة المكرمة حكم القتل تعزيراً على المدعو شمس الرحمن محمد ريحان باكستانية الجنسية لقيامه بتهريب كمية من الهروين المخدر في ختام النشرة مشاهدين الكرام هذا تذكير بأهم ما جاء فيها خادم الحرمين الشريفين يرعى ختام تمرين درع الخليج المشترك واحد خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيس وزراء باكستان ورئيس يمهورية النيجر ولي العهد يوافق على إطلاق اسم سموه على كلية الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة انتصارات جديدة للجيش اليمني في مواقع استراتيجية في مأرب والبيضاء والجوف واشنطن تتوعد بفرض عقوبات على روسيا لدعمها نظام الأسد تحية لكم وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر